موسيقى 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 عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختش تصبح وتقبح يعني مش فاكرة عملت لها ايه المرة اللي فاتت يا نجيبة؟ يا عفاف انا متعطفة معاكو جداً انتو ضحية مجتمع فاشي مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي! يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفة! انما اللي انا عارفة دلوقتي ان انتو لازم تنظموا مسيرة صامتة تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهلوا الدولة ليكم الله! حلوة ولمزيرة الصامتة دي مفهاش كلام يعني كلها احاس اسمه مشام يعني تقفيش شك يا بت نجيبها متولي الخولي نعم انجري قدامي مش انت يا بت النجيبة متولي بتاعت السنوية العامة بتاعت بني الساريات؟ نجيبة متولي الخولي اولى قصار والاولى عالسنوية العامة ومية واحد في المياة طابق يا نجيبة ما انت كويسة احو واحنا مراناش غير كنجيبة ولا ايه؟ المرة اللي فاتت كنت جايالي مقضيها ياس ونو وقو ووو مالك انت بالناس دي ما تخليك فيهم ذكرتك خلقتونا وانت مالك يا مات بالاخنوق ولم اخنوقكيش انت تعمليني فيها شعية انا مش شعية انا يسار معتدم الله يا اخرت بيتك بيتانت انا مش نعصك ما تطلعيش العفاري تعلفت مها عليك المرة اللي فاتت يا عين ماما روحناك بالبوكس المكيف لحد البيت المرة دي هتروحي بعربية الترحيلات يا نجيبة يعني هتروحي السجن ومش هتعرفت اطلعي امتا انا مقتلع بالله انا عملته وما اهمينيش هتقول السجن افتك حافظة عربية هاتل الودي اللي حافظة يا سجافر غالي انت حالا اه باشا هالا اروح ماما اعمالي فيها زعيم سياسي وبتجاند الشباب في المظاهرات مظاهرات اي يا باشا انا معرفش اي حاجة ما لحضرتك بتقولها دي وبعدين انا كنت في السينما وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل ابضوا علي واجابوني لحضرتك ممكن اعرف تي ايه بالزبط يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي ولا عمري شفتهم ايه ده؟ يعني انت بتعرفنش يا خالد؟ لا 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 مش واخد بالي مش واخد بالي خالص وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالزبط انا مش فهم حاجة خالص اهدى كده اهدى شوية واحكيلي بقى الفيلم يا حبيبي استغفر الله على العظيم تعرف حضرتك انا فيها شئ لله لان انا كنت هاجة من نفس لحضرتك ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرقت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوي صورة رجال الداخلية وده شيء مرفوض تماما ليه؟ لان رجال الداخلية هما حراس الوطن رجال الداخلية هما العين الساهرة على الامة امة يا رحمة امة يا رحمة سمع يا عبنا صباح وسكتين كل ده ليه؟ قولني ايمكن الولاد مش عارفين بيقولو ايه؟ لغاية ما حسن ابني دخل علي يا مبارح وقاللي انت برجوازي متعفن حسن قالك انت برجوازي متعفن ايه؟ يانهار اسود وريم قالت لي خلقتونا خلقتونا كمان؟ مش دي الحركة يانهار اسود يانهار اسود يا فاتح ابي الاولاد بيسيبوا المدرسة ويطلعوا في المظاهرات مظاهرات؟ مظاهرات يا عبل صباح على اخر الزمن تنظيم شيوع في الساد تبتدائي والله يا فندم الكلام ده فيه مبلغة احنا عملنا امتحان تجربة لفاصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة المسألة مش مسألة تعليمي يا عبل صباح مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للاولاد اتدنى في المستوى الاخلاقي والسياسي احنا بنربي اولادنا ليه؟ عشان في الاخر يبقوا حزب وطني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته ايه يا نجيبة مش شايفك يعني بقى لك فترة في كلية معلش كنا عندي شوية مشاكل ولا يهمك مش يتحلت بمشيئة الله؟ لك عليا يا ست ان انقلك كل المحاضرات واجبها لك لحد عندك شكر قوي نجيبة انا شفت نبيله وبياخد ورقة الإجابة بتاعتك وبيكتب عليها اسم ولا يهمك ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيزر الحق وهينصفك يا نجيبة تحصل أن تعال 되ا مش هلع ان شاء الله بhog Lights طب خلاص بقيا يا نجيبة مش هنقوم نصلي هاااااااااا... هم étaient زالي فيه? في المسجد مسجد مسجد الكلية اوهااا Sawаем صاب يوم نجد تحصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان لما الاستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقولنا هايل وبراظو مش كده هنقول ايه اخوانا هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسألنا المولى عز وجل هنقوله ايه هنقولك اننا ملهيين عن ذكرك هنقولك اننا عادين بين الشات على الفيسبوك استغفروا الله يا شباب ودعوا معايا يا اخوات اللهم اني اسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي اعين الناس كبيرة اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوة في الاشياء عندي امين 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 وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد شوف يا اختي نجيبة انا كلا عرفت بالزبط ايه مشكلتك المشكلة انك بعيدة عن ربنا يا اختي نجيبة سبحان الله اذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد ادبية وعلمية هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس مش واجب برضو انك تتفقاه في دينك طرف حدود الله سبحانه وتعالى انا فعلا مؤسرة يا استاذ هايمر احساس الانسان انه مقصر تأول طريق الهداية اتفضل يشربي الانسون الكتب دي ومعا السيدي انا عاوزك تقريهم كويس وزا استعصى عليك يفهم اي حاجة منه مسألين خد الموقع بتاني عمرحسان.net وعمليني ادعى على الفيسبوك شكرا يا استاذ عامر العفو اي خدمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخت نصرة اع السلام او استاذ عامر نعم خد بالك ان المنتج عاوز اجل الدفع يأجل ايه يأجل الدفع يأجلها ليه هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الالانات اع السلام وفي رعاية الله قل وفيش حلقة بكرة قلو كمان الشيخ عامر بيقولك اعطي الاجيرة حقه قبل ان يجف عركه يلا يلا النار من يجذب فهو في النار من يسرق فهو في النار بسنا النهاردة عن الاهرامات تلك الابراج المشيدة التي بناها الكفار عودياء الامور خلاص بقى ملهمش كلمة على عيالهم عايزين يصعدوا المسألة بقى مجلس الشعر من أسفل ده المسجد لا يا فنم ده الفصل الفصل ده الفصل صباح الخير يا أولاد وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أخبارك أولاد إيه يا أخت نجيبة الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا أستاذ فاتحي الأولاد باسم الله ما شاء الله بالرغم من صغر سنهم إلا إن مستوهم يؤهلهم للحصول على السنوية العامة وحضرتك تقدر تسألهم لا تؤاخذين يا أخت نجيبة لم آتي إلى هنا لأسألهم في المنهك بس الحقيقة أهليهم بيشتكوا منهم إنهم بيردوا عليهم بشكل غير لاق فين حصل محمود العرب انت أم وقف نعم يا أستاذ إزاي يا إبني تكلم أبوك وتقول له أنت برجوازي متعفل بسم الله الرحمن الرحيم أنا عتعرف إني كنت مخطئاً ومروحت البابا واعتزرت له عما بضرة مني وعاف الله عما سلف ربنا يفتح عليك يا إبني ربنا يفتح عليك شفت يا فندم شفت إن كنت كنت متجني على الأخت نجيبة شكراً يا أختي نجيبة وبإذن الله وإن شاء الله حنصرف لك مكافأة الأجر والسواب عند الله يا أستاذ فضح اتفضل لي فندم قولوا وراي قولوا وراي أهلاً يا نجيبة تعلي يا دناي عبدالك البابي اللي انت بتحبيها حماتك بتحبك أصدها حماتك هتحبك موت إن شاء الله يلا فالتا حماتك يلا بسم الله يوه سايما النهاردة كمان ليه ليه إن شاء الله له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعت شعبات يا دليا دا انت اتمقاتي بكفر عن ذنوبي إيه الكلام الكبير دا مت انت مت زنوب إيه اللي مكفر عنه الزنوب اللي أنا غرقانة فيها الحرام اللي محوتني من كل حتة حرامي حرمت عليك عاشتك العيدة التلفزيونتا حرام إيه يا بيت انت مت انت دمزور إلا حرام دا بيسلينا الأباشورة اللي حرام مصر راجعه يا ضوية الهاتف دا حرام محنان بتكاليفين ايه صور دا حرام يريدت المجنونة الدلاجة دا حرام تبت سعح الهاتف دا حرام ما قالوا اللبس ما قالوا لبسانة إلا اللبس ليه يا أختي ما قالوا لبسانة وعمرك شمتين يا لبس مضي على ستريكش ولا بطلصة اكمل على الوصف ما تر عمرنا بنلبس عادي ضمك أمك ما بتعتمش مره البيت إلا قطار حقوق دماغها ماله اللي بسانة شاء الله كفاة يا بقى أنا خايف عليكم خايف علينا من أي بنت انتبهت دي بحسسانة زي ما كون قوليسة الأدب وايب على البقى لا ترسل بس حاجة ما تطلهتونه خلقتا على السعباتي اسمع انتا وهي أمك أمك تقولهم انتا وهي أنا مش حاسبكو إلا راما ربنا يهديكو ربنا يهديك انتا ربنا يهديك انتا ربنا يهديك انتا ربنا يهديك انتا ربنا على المحالي يهديك انتا ربنا يهديك انتا ربنا يهديك يا رجيمة أنت اللي ما قصطيها أشوفني الزيوب يا ضوائية ربنا يهدي زيدي ربنا يهدي كنتي ربنا يقوي إيمانك يا نجيبة اللي أنت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم يا أما حاجة بقى تثبتي على موقفك كده ويتخليك جدعا أنت نموذج الفتاة المسلمة الصحية قريت الكتب لدي تارك؟ خفصتهم صم جاي بأمني ليه؟ إديهم لحد تاني أنتفع بيهم تكسبي سواب ووكمات مالك يا نجيبة؟ أنا حاسة أني بغضب ربنا يا أستاذ عامر المواد اللي بيدرسوها لنا في الكلية حاسة أني هتحسب عليها في يوم القيامة أنا حاسيبي الكلية لا يا نجيبة أوعي تعملي تصرف فردي لازم تتشوري مع زملائك عشان لو أخدتوا كراش زي ده تاخدو كلكم وفقت واحد إنا ياد الله مع الجماعة طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين تربيهم تربية إسلامية صحيحة ساعتها هيقول لك عظيم الثواب أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معي أنا تحت أمرك يا أستاذ عامر بس أعمل إيه؟ هتشتغلي معانا دعية هتكسبي ثواب الدنيا والآخرة دعية؟ بعدين انت عندك حضور وكارزمة وليك حافظة بسم الله مشاء الله عظيمة مش بتدريسي الأطفال؟ أيها طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية دول يفرحوا قوي أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش بوجودي معاك يا أولاد أنتم يا أولاد أحباب الله يعني ربنا بيحبكم اسمك إيه؟ عبدالله وفي سنة كامي عبدالله في سنة سدة ما شاء الله هاير وإنت يا حبيبتي اسمك إيه؟ اسمي ييم هم؟ ييم ريم ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم شوف يا أولاد في بعض الأطفال اللي هم مش قاعدين معنا دلوقتي ما بيردوش يشربوا اللبن الحليب ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمة ربنا مزبوط مزبوط الله هيفتح عليكم عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نجبر ونبقى أشداد كده وجمدين صح؟ صح حليب الخير حليب الخير ده أنا عايز كل واحد منك ويشرب منه كبايا الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي يلا يا حبيبتي ستوب نشرب مع بعض نرفع مع بعض حليب الخير حليب الخير حليب الخير ستوب ايه تشعب حضر بالعيد قولنا نرفع كبايا ونشرب مع بعض وبعدين بقى وبعدين انتو اتفاموش قولنا حليب الخير كل واحدة يتنين يرفع عيده سهنة الله يلا يا أستاذ يلا يا أستاذ عندي هوا كمان سعتين يا رب نخلص نركز يا أولاد نعملوا آخر مرة تفضل اند اكشن حليب الخير أهلا بيكو ولقائنا اليوم من برنامج كرة العيون ومفرح القلب المحزون مين معانا ان شاء الله منار منار الله اسم جميل قوي منار الله طريقك بإذن الله معاك الأخت ناجيبة هاوا هاوا ايا منار أنا معاك سامعاك يا حبيبتي ايه مشكلتك بس وطي بس التلفزيون شوية هاوادي كده خويف ايوا ايه المشكلة؟ انا يعني يا اختي نجيبة باحلم بحاجات متزعين يا او من نفسي يعني الاخ تامر حسني ده بيجيلي كتير قوي في الحلم يعني استغفى الله العظيم حتى في الاحلام مش عاطق انصحك يا اختي مونار ان توجيه قلبك وعقلك ليه ما يرضي الله وبدل ما تفكري في الاخ تامر فتكري في مستشفى 57-57 والله اعلم ولا ايه حد اهدى الله يفتح عليك يا نجيب الله يخليك اه معنا اتصال تاني انا شهيرة ايه شهيرة ايوا اه اي حبيبتي سامعاكي ايه ديك سامعاني شهيرة وقت التلفزيون شوية اه اوكي اصلي قابلته قابلته مين قابلته عمد عمد مين عمد متعب عمد متعب اه قابلته فيه قابلته في النادي ورا الملعب ام اه ويه بقى المشكلة؟ مش قادرة احكي لكل حسنة اه لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاص معانا بعد الفاص خليك يا حبيبتي خليك معاي عالتليفون بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك يا نبيبة حاجة تفرح العلاقات منالة على البرنامج زي المطر دليل على حب الناس ليكي نعمة وفضل من الله البركة فيك يا استاذ عامر البركة فيك انت يا وش السعب اه بسم الله اه ها أه احامر ها الحمد لله شيد يا الله يفتح عليك إيه كمان واحد مخاص يا إبني الله يخليك وأمور من حضرتك تبتكيس ليه؟ الحمد لله يا أستاذ عامر شوفي بقى أنا جيبه أنا جاي بك النهاردة عشان أعرض عليك أمر إذا حاز الكبول عندك أنا أصلي ركعتين شكري لله تعالى أمر إيه أستاذ عامر؟ بقى أنا استخارت ربنا بقى نتقدم لك للجواز على صنة الله ورا صنة قلت إيه؟ بس بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر شارع الله يباح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع وأنا ما استخدمتش من الرخصة دي غير مثنى فقط أخليها بعد الامتحانات يا أستاذ عامر دي خير ببري أعجله معلش يعني بعد الامتحان هكون التطمنت أغطر يعني أعتبر دي موافعة مبداية؟ ربنا يا ملي في الخير بمسط____ بس 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 شكرا